اللي جاي بقى امشوا معايا في وحدة وحدة هذه كواليس تسمعوها لأول مرة تخص مستقبل فريق النادي الاهلي بوحدة وحدة امشوا معايا تتكلم دعا تسمعوها لأول مرة بالتفاصيل المملة جدا كل حاجة كل حاجة مارسي كولر كان قاعد مع بارح مع كبتل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واكلمه في تفاصيل كثيرة عن مستقبل فريق النادي الاهلي امشي بقى معايا واحدة هنرقمها يعني رقم واحد كريستو كريم الدبيس خالد عبدالفتاح التلاتة دول كريستو كريم الدبيس خالد عبدالفتاح التلاتة دول مارسي كولر قبلك كبتل محمود الخطيب انه خلاص هو مش عايزهم في الفريق السنة اللي جاي يعني النادي العالي يبحث ليهم عن عروض ويرحلوا عن الفريق دي كانت متوقعة بنسبة كبيرة ما بيشاركوش مع مارس الكولر خالص تقريبا وبالتالي ده شيء متوقع مش بقولك مفاجأة في هذا الأمر المفاجأات جاية ركز معايا في الأسماء اللي جاية دي وما تتخطش أول ما أقولك الأسماء عشان أشرح لك الوضع بالضبط محمد الشناوي محمد مجدي أفشا محمود عبد المنعب كهربا أليو ديانج طاهر محمد طاهر الخمسة دول الخمسة دول الخمسة دول تاني هقولهم لك محمد شناوي محمد مجدي أفشا كهربا أليو ديانج طاهر محمد طاهر الخمسة دول مارس الكولر لا يمانع راحلهم إذا وصلت للنادي الأهلي عروض مناسبة ليهم ما قالش إنهما مش مهمين قال إنه يستطيع تعودهم مع النادي الأهلي والصفقات الجديدة يستطيع تعودهم يعني لو بقوا مع الفريق ومجرهمش عروض مناسبة هيستخدمهم هم عندوش مشكلة معاهم بس لو جات لهم عروض آه لا أنا موافق تبعوهم أنا موافق تبعوهم ما عنديش مشكلة أولهم لك تاني محمد الشناوي محمد مجدي أفشا محمود عبد المنعيم كهربا أليو ديانج طاهر محمد طاهر مارس الكولر لو وصلت لهؤلاء اللاعبين عروض مناسبة موافق إنهما يرحلوا على النادي الأهلي بالشكل محترم ومناسب بالمناسب فيما يخص أليو ديانج الرحيل بتاعه بالنسبة للمرس الكولر مشروط إيه هو الشرط إيه هو إنه يتم التجديد لعمر السلية وعمر السلية يكمل مع الفريق طيب لو عامر السلية مشي عشان عامر السلية عنده بعض العروض الخالجية لا هيبقى عايز أليو ديانج يكمل في وسط ملعب النادي الأهلي هتقولي يعني هو ميحبش محمد الشناوي شايفه وحارس مش جيد لا بالعكس محمد الشناوي هو حارس النادي الأهلي في مبراطفار كل جاية ومحمد الشناوي بالنسبة للمرس الكولر حارس كبير بس هو شايف لو جيه عرض مناسب للنادي الأهلي ولللاعب إنه يرحل كان بيرفضه قبل كده دلوقتي بعد تقلق مصطفى شبير تمام ممكن يمشي هو كان الآن لو رحل محمد الشناوي على النادي الأهلي ما يكونش فيه البديل المناسب هو شايف الآن إنه فيه البديل المناسب ودائما محمد الشناوي عنده عروض عشان كده تسأل مرس الكولر فيما يخص محمد الشناوي طيب بالنسبة للصفقات الجديدة الأهلي بيفكر فيها زين الدين بالعيد اللعب الجزائري المدافع الجزائري الأهلي خلص فيه خلاص أيامه الأهلي يعلن رسمياً التعاقد معه اللعب الأهلي ما زال في مفاوضات متقدمة مع يحيى عطية الله ومع محمد كونتي اللعب البوركيني المهاجم البوركيني بالمناسبة جونسان نجويم الزهير الأيصر لنادي فيوتشر اللعب الكاميروني دخل اهتمامات النادي الأهلي دخل اهتمامات النادي الأهلي طيب دخل اهتمامات النادي الأهلي ليه؟ هو تعرض على مرس الكولر بس لسه مرس الكولر ما خدش قرار فيه عشان مرس الكولر في اجتماعه مع كابتل محمود الخطيب قال له علي معلول يعني ممكن ما استفدش بيه الفترة اللي جاية فلو حبين يعني خلاص بقدان هيتعاقدوا مع النادي الأهلي تمام بس يتعوضوه بيحيى عطية الله او ما هو ما قالش جونسان نجويم تم ترشيح جونسان نجويم عليه بس لسه مخدش فيه قرار بس يحيى عطية الله هو أولوية لمرس الكولر اللعب المغربي زي الأيصر المغربي وبالمنطق الأجانب دون قلب خلاص أنا علي معلول يعني مش هادر استفيد منه السنة الجاية استفيد بين السنة الجاية وبالتالي خلاص مش محتاجه النادي الأهلي كابتل محمود الخطيب والنادي الأهلي لهم وجهة نظر مختلفة في هذا الأمر انه لا يعني لأمور معنوية وتقديرة للتاريخ علي معلول فممكن يتكدد له سنة استفاد بيه مرس الكولر وسنة ما استفادش خلاص هيبقى موجود مع الفريق محمد شريف موقف هو مع النادي الأهلي محمد شريف مرس الكولر قال انه لا يمانع تواجده في الفريق الموسم اللي جاي اذا لم ينجح النادي الأهلي في تحقيق طلباته بالنسبة للمهاجمين اللي طلبهم او طلب التعاقد مع احدهم الفترة اللي جاي يعني هو سايم محمد شريف كخيار اخير في حال انه الأهلي لم يوفق في التعاقد مع مواجم اجنبي من الاسماء اللي عرضها ده بالنسبة لمحمد شريف طيب احمد الكندوسي مرس الكولر قال بشكل واضح ممكن تسوقه انا مش عايز احمد الكندوسي احمد الكندوسي مش هيبقى مفيد لطريقة لعبي وللفريق الفترة اللي جاي احمد الكندوسي مش هيبقى ليه مكان مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي بقرار من مارس الكولر ده فيما يخص كل ما هو يفكر فيه النادي الاهلي الفترة القادمة على مستوى اللاعبين الراحلين او على مستوى الصفقات الجديدة